نهاردة في فقرتنا منوراني الجميلة اللي دايما بقولكم قلبة السوشيال ميديا قلبة الدنيا مش بس بالمبادرات بتاعتها اللي ما شاء الله كلها نكحة وكلها صدها بيسمع لا ده كمان يا جماعة بالحالات الحية اللي بتجيبها معانا الحالات الحقيقية وده انفراد كبير يحسب ليها ويحسب للمبادرة بتاعتها الوحيدة 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 اللي بتجيب الحالة الحقيقية بنفسها توريكم كانت ايه وبقت ايه والحالة بتتكلم عن حياتها مفيش مصدقية اكتر من كده مفيش دافع ومفيش حافز يخلينا نقوم على طول نعمل زي الحالة اللي قدامنا اكتر من لما الحالة نفسها تيجي تتكلم عن نفسها مين بقى حبيبتي صاحبة القلبان ده كله القلبة الدنيا دي كلها حبيبة قلبي خبيرة التغذية دعاء سهيل دكتورة في علم التغذية البشرية اولى مؤسس فكرة التغذية اونلاين مؤلفة كتاب التغذية واثر الوعي والممارسات الجزائية على النمو الجسمي وصحبة مبادرة السمنة ناقوز خطر اهلا وسهلا لكم حضرتك صدفتك شرف يا شيف هلا والله والله انت اللي دايا منورانا ومشرفانا والله بجد على طريق والحالة اللي موجودة معنا مادام ربعة اهلا يا مادام ربعة منوراني يا حبيبتي قبل لما نتكلم على مادام ربعة الناس كلها دلوقتي على السوشيال ميديا بيتكلموا ايه يعني ايه الموضوع ان انتو تجيبوا الحالة هي تتكلم عن نفسها بقولهم يا جماعة دي المصدقية قالك ده انتو عديتوا المصدقية محدش قادر يعمل كده دلوقتي لا هو الصح ان انت دلوقتي في مشوار مع الحالة في تاريخ ان انا كل ما خص 2-3 كيلو ده بواتساب بيننا فانا الحمد لله حالاتي بجيبها تتحدث عن نفسها هي قدت مشيت مشوار واكيد خلال المشوار ده هي اكثر دراية في الحديث من يومينك هتتكلم عن هي خصت قد ايه فرق معاها ايه كل شهر كان ايه اما الذي دفع بمدام ربعة لزيادة الوزن انا هقوله وتعاملت معاه ازاي وروحت جريت في علم التغذية عشا هدور على المادة العشبية اللي هتفيدني وتخليني اقدر اخصص مدام ربعة ازاي هو مكمل غذائي من يزيد وزنه مش محتاج لعلاج محتاج لمكمل غذائي لان انا زدت بالغذاء فلازم اخص بالغذاء يعني انا دلوقتي زاد وزني علشان عندي العديد من السلوكيات القاطئة او بعض الاجهزة داخل جسمي متوقفة عن الحرق علشان اعلي معدل الحرق انا عارف المادة العشبية علشان يزيد وزني وعندي شهية عالية انا عارف ايه اللي يخليني اقفل شهياتي ايه نوع الالياف ايه الكرسات ايه كل ده انا يفرق معايا ان مادام رابعة النهاردة خس اربعين كيلو ومثبتة من سنتين ما دي المفاجأة تانية بقى يعني هي مش مجرد هي خست اربعين كيلو بس لا لا مثبتة من سنتين ده كلام ده من سنتين يا جماعة والحالة على اليوتيوب سبق وظهرت بيها في احدى القنوات الفضائية كانت خسة اربعين كيلو وعلى فكرة مادام رابعة كانت سمار مبادرتي اللي قبل اللي فاتت اطفال بالقاسمنة وشباب اصحاء جميل قوي انها تكون بسرعة يكون عندها وعي اه هي كان عندها مشاكل صحية علشان كده بسرعة فقدت الوزن يعني اقلتلي جملة قالها لها دكتور المخ العصاب دكتور ده الشاطر قوي ما شاء الله يعني قالها لو في ترابيزة عندك وبتديها حمل ما طبيعي رجلها هتتعم طول ما بتحطي عليها احمال احمال شوية بصت لقى الرجل بتديت تشقق وبعد كده ممكن رجل منهم اتكسرت ما مش مستحملة كمية الحمل عليها كذلك جسم الانسان هي الدكتور اللي راحت له وقال لها التشبيه ده دكتور عزام هيك بتشتكم العزام وهي فاكرة ان هي عندها اصلا مشكلة في العزام فطبيعي راحت لدكتور عزام قال لها لأ انتي لازم تخسي وقال لها المثل ده مش كده من ده مربع وليلن بقى انت تتكلمي عن نفسك بقى فهنا ان انا كان كل مشكلتي ان انا على طول عايزة مسكنات لظهري لرجلي ما كنتش بقدر امشي كويس شغالة بالمسكنات على طبيعي ايوة ما بشتغل في بيتي شغل طبيعي لازم اخد مسكن وما كنتش بقدر امشي كنتش بقدر اتحرك واخد حليتي ما كنتش بحب اخرج اصلا نهائي قعدوا اللابس عبيان احنا هنعملت الصورة قبل احنا هنعملت كده دي واج يلا يا جماعة ننزل الصورة ونتفاجئ سوا بمدام ربعة يعني ازاي وصلت المرحلة دي دي صورة مدام ربعة دي كنتي ادي ايه بقى ساعتها كنت حوالي مية وتمانية مية وتمانية عديت المية نقوص خطر ايوة عدت المساحة ولا لا نقوص خطر نقوص خطر يودت حياتها وصحتها ويخليها مش عايشة الحياة الطبيعية خاصة ان المدام ربعة صغيرة يعني هي أربعين سنة النهاردة هي من سنتين كانت تمانية وتلاتين سنة فتمانية وتلاتين سنة عندي مشاكل في عزام عندي مشكلة في رايحة جاية معدتها تعبت من علاج العزام والمسكينات اللي عملت اخذها تتعب المعدة وغير كده وكده يعني هي كانت تمانية وتلاتين سنة اكيد اللي كان بيشوفها ساعتها ما بيديهاش الرقم ده بيديه أكبر من كده بكتير عكس بقى دلوقتي ايوه لو في ليها الصورة بقى بايا سامرة يعني نجيبها يا جماعة نجيب يلا يلا حبيبتي نجيب الصورة واخر وبعدين كانت من كم يوم كده في فرح ولابسة في استنس واريه بقى ايوه براحتها بقى براحتها يعني يعني انت بالوقت يا مدمرة بقى اللي خليك تفقر انك تخسي هي مشاكل عزام بس صحية صحية الشكل ما كانش مهمة بالنسبة لي قد ما كنت عايز صحية الترجع لاني برضو انت صاحبة ولاد وبيت وعايزة تشوفي المصادر دي برضو صورة صورة تانية ليها دي في مراحل بقى مراحل دي في مراحل التخسيس اه صح كده المراحل بتاعتك كلها لأ في صورة يا جماعة هي بتقولي حضرتك لابسة فيها عبايا سودا اه اه دي اه هو ده كان لابسي بقى اه حاجات واسعة بقى اه طبعا عشان يعني بقى انتو كنت بجيبها مقاسات كبيرة اه كنت بتجيبي مقاسات اكبر من مقاسك عشت عرفي تلبسني اه هلأ حاجات تجيبها تلاتة اكس اه اه ودي نبستي لارج ولاي بصوا هنا غالبا هي دي هي دي الصورة وبصوا الفرق هنا العباية وهنا الفستاني وشوفوا بقى هنا ما شاء الله يا امر يعني عارفة كأن ايه امه بنتها بالزبط اه والله بالزبط كأن امه بنتها يعني زي ما انتو شايفين كده الفرقة دي وكمان المفاجأة الكبيرة ان هي بقى لها سنتين سنتين مسبتة سنتين وهي من اول ما خاصت هي على نفس الوزن ده وعلى نفس شكل ده مش كده المفاجأة ايوه ما زيكتش ولا كيل اه ولا كيلو بقى بالعكس بحس ان انا بخس مع ان يعني عنت باكل كل حاجة اه مش حرمة نفسي من حاجة بس برضو ما بتعشاش نهائيا وصلت ازاي بقى الخبراء التغذية فريق دوع سويلا اه حال عندنا في المكان اللي انا فيه شفتها تفاجئت اه كانت معاهم برضو خاصت معاهم اه يعني هما كمان كانوا مخبين ما قالوش الحقيقة اه فين وفين لما قالوا لي اه اه برضو انا كنت خايفة في كلمة الدكتور مشيل الدكتور مشيل بصراحة اقنعني بطريقة انا خايفة انا خايفة يا دكتور انا خايفة من القدرة طبعا انت كنت تتسمع على قدرة الادوية التخسيص فكنت بخاف منها فين اقنعني اقنعني يعني بطريقة مخصوصا ان انت انت شايفة ان الموضوع اونلايم يعني اونلايم لا يخاوف اكتا اه ما انا بلك اه اه دعب يا دكتور أو بعيدك هو ما كانش بيقولي اللي أخديها وعادي من اللي انتي هتوصالي الوزن اللي انتي هتحبيه صراحة بأي سنتين سايبة ولو طلبت منه أي شيء أي استشارة بيرد علي لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي يعني كنت تعبنها من كم يوم وعايزها نوفة مينات كتاب لي على الوطس يعني الموضوع ما بيبتهيش لغاية خلاص خسي الكرسات وخلاص شكرا ما فيش علاقة طيبة تجمع الخبير بالحالة اللي كان بيفقدها الوزن بعد سنتين نقول لها ممكن تيجي تشرحي حالتك على واتيجي أوه فعلا صح وبعد سنتين انتي فعلا جاية وبتشرحي حالتك وبتشرحي كنت تعبنة من إيه يعني انتي السبب الأساسي صحيا صحيا دي أهم حاجة أهم حاجة أنا كنت عايزة أخيسة أني كنت بحسة صحتي في النازل زي يعني أتبري من سنة الخمسة وثلاثين وأنا بتاديت أدخن بطرقة فظيعة أني أنا خلصت بنهج بمشي أنهج ولا قادرة أطلع أصلي علي ولا بقدر أروح أجيب أي ناسو غير على كل المشاكل اللي يأتي فيه دي برضو بصراحة أنا أمري إليها طب أنا ما كبير شوية أعمل صحيح طب ما أنا خيسة لما أنا في السن ده ومش قادرة أنزل ولا أطلع ولا روح ولا جي هو ده الوعي فعلا أنا ده اللي لمسته من خلال إطلاقه وبقدرته لمحاربة السمنة فعلا أنا مستقل إن إحنا كشعب مصري أصبحنا فعلا عندنا وعي ودراية بمدى خطورة السمنة عشان تقولي هي النهاردة أنا النهاردة 35 سنة يعني في رقعان شبابي فالنهاردة أنا تعبانة ما مالك بعد 20-30 سنة هتبقى إيه؟ دي التوعية اللي بجد أنا برجعلك فيها يعني حضرتك على طول في أي منصة إعلامية بتطلعي فيها عندك توعية جمدة جدا بتفاهم الناس الوعي ده ما كانش هيكون موجود إلا من خلال حد فاهم ودارس بيعرفي وعي الناس أنا 9 سنوات تخسيس أونلاين 9 سنوات قابلت ما يقرب على 5 مليون شخص وده عدد صفحتي وموصلت بالفيسبوك كل حالات دي مفيش أبداً أبداً حد بيعاني من زيادة وزن ويأمن غدر السمنة وأنا بقولها النهاردة إذا أنت ما عندكش مشاكل في زيادة الوزن بس ومعاكش حاجة تانية وهي الموضوع زيادة وزن بس لا ما تإمانش غدر السمنة بعد سنة واثنين وعشرة هتلاقي أكيد العظام تتدرر سكر درجة تانية ضغط مرتفع مشاكل داخل الجسم لا حصرة لها يعني السمنة بوابة لـ 44 مرض وربنا يا رب ينعم علينا جميعاً بالصحة ولذلك أنا أطلقت اسم المبادرة الأخيرة قسمنا ناكوس خطر أيوة خطر يهدد حياتك صحيتك حياتك كلها وقف على موضوع بسيط قوي اللي هو زيادة وزن والنهاردة الحمد لله السوق المصري غني بالمكملات الغذائية المرخصة وزارة صحة يعني أما نجي نتكلم عن مدام ربعة كانت مشكلتها إيه اللي دفعت بها لزيادة الوزن وانا كنت لسه عايزة أسألها بقى السؤال ده ايتي طول عمرك كنتي عندك زيادة وزن ولا حفظ حياتك لا بعد ما خلفت ابنة تاني وبعد سنتين من الخلفة عملت شلتها المرارة فوق ده كله أنا من محب الحلويات يا نهارة بيدي بصي دي حلقة معقدة دي حلقة معقدة بعد ولادة ابنها التاني وشلت المرارة وبتحب الحلويات كل مشكلة من دول كفيرة الواحدة يعني بالنسبة للسكر دكتورة بتتكلم فيه أنا كنت باشرب خمس معلق سكر في كباية الشاي ايه؟ خمس؟ خمس معلق بتشربين زي مربط شاي؟ والله اشرب سكر بالشاي ديقولك مربط شاي عمام مش كباية واحدة مش كباية واحدة في اليوم اصلاً تلات اربع كبايات يا نهارة بيدي ايه بقى الحلويات الشرق الجاتوهات دي كلها أنا بموت فيها اه 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 يعني كانت امنتي من الحياة ان انا بطة السكر ده بفضل الدكتورة دكتور ماشيل بسرعة تلاتينا رب نحن انا دلوقتي باخد معلقتين ونصف سكر في اليوم كله في اليوم كله؟ على مدار اليوم مش في كباية؟ كله اه في اليوم كله قهوتي شاي بلبن شاي طولي اليوم هما معلقتين ونصف بحطش تانية سكريات في بوقت اه مستكرة يعني يوم ما اقولها انها خرجة وعايسة حاجة اجيب شكرة للطايف اه طبعا قصاد ده الحرق واقع اه طبعا ايوة فالحرق كده واقع من العاشر يعني اه وقصاد كل ده خلال في الهرمونات عشان بعد الولادة بالضبط يعني اه طبعا اي ست بتكتسب انتي هل ما يكون فعونك بجده بتكتسب عشرين في المية من وزنها فأثناء فترة الحمل اه ودايما نقول قبل سنة لازم تتخلص من العشرين في المية دول لان بعد كده دي بتبقى دهون سهلة بعد كده بتبقى دهون عاني ده سلسية موجودة داخل جسم ذات الامد الطويل فهي اكتسبت عشرين في المية من الوزن وكمان استقصال المرارة وتعالوا نرجع تاني بالمعلومة ان فيه تلات مكينات حرق داخل جسم الانسان يعني ايه تلات مكينات حرق يعني دول المسؤولين عن عملية التمثيل الغذائي عملية الايد فدول اللي بيحرقوا سعراتنا اما نجي نتكلم عن اهم الثلاث مكينات هي الغضة الدرقية والرحم والمرارة واذا تضرر احدهم اصيب الفرض بزيادة الوزن هنا كمان عملية الحرق تضررت لانها مبقتش مظبوطة احدى المكينات اللي بتعمل عملية تمثيل غذائي فصل فيها خلال او مش موجودة تم استقصالها طيب نجري في علم التغذية ونشوف ايه المكمل الغذائي ويحتوي على ايه المادة العشبية بسرعة لازم اديها اعلى انواع الحوارك وده بتوت البري وبتركيز 6000 طيب هي كمان محبة للسكريات ده كده معناه ان نزبط السكر في الدم اللي لازم تتضبط ودور بسرعة المادة العشبية اللي تقدر بيها يحتوي عليه المكمل الغذائي بتاعي وهو عشب الفورينج والعشب ده بيدخل في تصنيع الشوكولاتة وده المسؤول عن تحسين المود فانا هنا لازم اديها نسبة للفكر بزرعة المود السعادة لازم يتذبط وإلا هتخسه تبقى حالتها النفسية مش تمام مش هتبقى مزبوطة وعلى فكرة اللي بيحاول يخسه بيحاول يعمل ضايت وهو تحتهدك وتوتر وبيجوع أكتر ولذلك هو ليه دايماً أي حد بيلجأ أنه يتبع حمية غذائية معينة يفشل بيفشل علشان أنا محب للأكل وإن أنا بسارع وجاهد نفسي إن أنا مأكلش فده بيعلي هرمون الجوع عندي وينخفض هرمون السعادة وده هرمون المسؤول عن الشبع بالتالي بيزيد الوزن بالتالي هنا بفشل في اتباع حمية غذائية معينة أنا كمان مش بحب الوزن ده ما هي لا يكون تحتهدك أنا عايزك تخص بصحة أنا دلوقتي عايزك تخص بفئمان ما يبقاش فيه توطر ما يبقاش فيه ما يبقاش تحتهدك معينة أنا مضغوط أنا مضغوط أنا جعين بس أنا خايف كل داي بوز الدنيا واتحرمت من حاجة أو معايا فلازم يكون معايا مكمل غذائي مرخص وزارة صحة لأن مدام رابعة على مدار أربع شهور فقدت أربعين كيلو أخدت العديد من الكورسز المختلفة طبعاً يعني أول كورس كان لازم نقول لها نعلي معدل الحرق بيه لازم نقودها كمان نسبة عالية فيه من البرومالين والبرومالين اللي هو خلاصة الأنناس وده منظم جيد لحركة الأمعال لازم يحتوي على فيتامين سي علشان كمان لما تخص تكون بالجمال ده لأن الناس اللي بيقولوا يعني دايماً الجمال في الوش النحيف معروف ده فعلشان نيجي نتكلم لازم يكون كمان فيه فيتامين سي أنا مش عايزة الشعر عندي يتساقط لان دول أكتر حكتين يلقوا المرأة قوي لو هي ايه ده شعري تساقط وشي ده بالمشاعر كل ده أو ما بقاش بنفس النظارة اللي أنا كنت بيها أبقى هتوقف فلازم المكمل غذائي ده وكان ده كورس البيسلم وده مرخص وزارة صحة يحتوي على فيتامين زعلة مينيرال زعلة كمان أفضل مادة عشبية وأنا لي رشحت ده هي دلوقتي شهية عالية وبتاكل كثير وبتاكل سكريات عالية وكمان عملية الحرق مش مزبوطة يعني اللي داخل أقل كتير من اللي خارج فده بيتراكم في خلايا دهنية وتكتسب وزن زائد ودهون على الدهون اللي المفروض هي متراكمة من بعد الحمل طيب إحنا عندنا أرقام التليفونات على الشاشة تصل دلوقتي على أرقام التليفونات على طول يا جماعة هتلاقيوا خبراء التغذية فريق كامل بيرد عليكم وهيصف لكم كل المناسب لكم مش بس كده كمان الصفحة على الفيسبوك هننزلها لكم دلوقتي تشوفوا شكل الصفحة إذ ربما التليفونات مشغولة ضغط التليفونات أنا شفت عليهم براحة الصفحة من واحدة اسمها جنة الفردوس بتقول هو أنا كل ما كلمكم مشغولين حقك علينا معلش إرجاعي يكلمينا تاني وكمان الصفحة عليها أرقام ادخلوا لهم واتساب هيردوا عليك يا حبيبتي خدمة الواتساب كمان في كل الأرقام في كل الأرقام طب يا جماعة يبقى أرقام التليفونات وخدمة الواتساب عليها متوفرة وكمان ادي الصفحة على الفيسبوك جنب الاسم العلامة الزرق الصفحة الوحيدة المواصلقة وتعتبر الصفحة الوحيدة اللي موجودة على الفيسبوك جنب الاسم العلامة الزرق يا جماعة وهادي كمان الانستجرام يعني بصو عندكو وسائل كتير قوي العديد من الوسائل تواصل يعني اه ما عملناش حجة فهنا انا هيزقفل شهية مادام ربحة طيب انا اديها الخمسة ميلي جرام من السيليم اه وعوش بالسيليم انا هتقولي دي كل مرة بتقولي عوش بالسيليم الشهية عالية يعني انا عايزة الياف تقفل الشهية دي وتملى المعدة تمام دلوقتي بتاكل فلازم انا عايزة أملى تلتين المعدة اسبلها تلت بس علشان يوميا وفي كل وجبة تاكل تلت الوجبة بس ومع مرور الوقت تعتاد على ان دي تكون حجم الوجبة بتاعدها الموضوع مش كيميا ولا هو سحر ولا هو احنا بنعمل غير احنا الموضوع بسيط جدا كل ما هنالك ان احنا عارفنا ازاي من خلال خبر التسع سنوات ان احنا نفقد الحالات العديد من الكروات الحمد لله يعني اربعين كيلو قبلها كان فيه خمسين كيلو وسبعين كيلو فيه حالات كتير جدا على الصفحة تقدر تقول ده وعايزة اقول كمان حاجة ان ليه انا بقول عشب السيليم او البيسيليم الاثنين يطلق عليه الاثنين ده عشب بينمو في جنوب شرق ااسي العشب ده هو اعلى انواع الالياف وده مش بكلام دعاء سهيل ده بكلام الدراسات الحديثة اللي بتقول ان المعدة قادرة على احتفاظ بهذا العشب لمدة اتناشر الاربعتاشر ساعة انا هنا شبعين اتناشر اربعتاشر ساعة فاكيد الموت بتاعي مزبوط طبعا انا حاسة بالشبع طبيعي انا شبعين وهدي مفيش حد بيزيد وزنه ويكونش هي عالية وتقول له عمل دايت ويقولك حاضر ويكون مرتاح نفسيا اوه بزرع انا اتعدى لها الالكنترول دا على نفسها وتقدر تتبع حمي غزاء معين والكونθη انا بقول للناس وظنهم لو انت عندك ال حال ورص أبدا بدون يعني مكمل غزاء يكون آمن طيب إحنا معنا يا أم ياسين على في إفن ناخد أم ياسين يا أم ياسين أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلاً بيك تفضلي أنا أحب أول حاجة أشكر طبعاً الدكتورة دعاسو هيل وطبعاً الفريق طبعاً الأستاذة إيمي الله أشكرك عمليتي لحس في الحلقة والله إيه حتى أستاذة إيمي طبعاً ما سبتناش خالص لحظة صراحة مش أسبوع بس مش مرة في الأسبوع تمام في أي حاجة بحب إن أنا أسأل أو أستفر عليها هي معي على طول حلف المتابعة ثم المتابعة أنا بقول إيه مش مش مرة في الأسبوع حبيبي تقال جايزة أقولك حاجة دايماً أقولها مراراً وتكراراً عشان تنجح مع الحالة في فقدان وزنها وتساعدها في فقدان الوزن لازم تشتغل على ثلاث محاور أساسية جداً رقم واحد إن أنا أسمع كويس كل الحالة وتردلي على كل الأسئلة لأن المريض بالنسبة لدعاء سهيل وفريقها هو مجموعة من المعلومات المكتوبة المرسولة المسموعة بناءً عن هذه المعلومات يتم تشخيص الحالة يعني أنا هنا لما اتكلمت مدام ربعة إيه دا استقصال مرارة دي شهية عالية السكريات عالية فهمت الأسباب التي دفعت بها لزيرة الوزن أنا أديتها الكورس أو المكمل الغذائي المناسب للحالة الصحية والفئة العمرية لأن الموضوع مش مكمل غذائي قد بيها أنا ما بعملش دعاية لمكملات غذائية لأن فيه الألاف المؤلفة من المكملات الغذائية يعني النهاردة بقول الكورس البي سلم دا قوي وفعال البي ستا قوي وفعال ممكن مع مرور الوقت النسبة المادة الفعالة إيه اللي فيه مش هشكر فيه ومش هبيعه ومش بعمل دعاية لحد عند الوقت بتكلم عن المناسب للحالة الصحية والفئة العمرية فالمتابعة دا رقم ثلاثة أنا سمعت كويس ديتك الكورس المناسب لحالتك رقم ثلاثة لازم أفضل متابع معك كل أسبوع خصيتي قد إيه لأن في تطور للحالة الصحية في البداية ما أكون داخل بشهية عالية الشهية عندي تتقفل فأنا أبطل أفقد وزن فيحصل لي سبات وزن وده بيحصل طبعا يعني بيحدث مع كل الحالات تقريبا يعني 90% منها ولكن في حالات كتير جدا ما بيحصلش معها سبات وزن لأنها بتكون نازلة بسيمترية وبتكون بتخص بطريقة طبيعية وما عندهاش مشاكل صحية والمشكلة الوحيدة إحنا بدا تخلصنا وعشان كده بقول أن لازم المتابعة المتابعة ثم المتابعة ولو خبير التغذية ما بيسمعش كويس وبتماشي حالاته أنا دايما أول بول كده أقول له أنت مش هتنفع معنا لأن أنا عندي هدف أكبر بكتير أن أنا أفقد يعني سين أوصاد من الناس الوزن أنا بأطلق مبادرة في بداية العام وعايزة في نهاية العام أجني سمار تلك المبادرة دي فهتجنيها إزاي مع خبير تغذية مش حاسس بمسؤولية المبادرة اللي احنا أطلقناها في بداية العام عشان كده بقول سمعت يا أمو واسين سمعتنا يا رب يخليك يا أمو ياسين أنا أصلا فعلا الأستاذ إني لما سمعتني لأن أنا طبعا وزن مئة وثلاثين خسيت يا بيت عيش أنا بقى لي واحد وعشرين يوم بس من طبع معها خسيتني سبع كيلو سبع كيلو في واحد وعشرين يوم حلوة جدا آه طبعا 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 شواء لسه قدامي طويس وأنا طبعا بيكملها وهي طبعا بتدعمني وبتحفزني لما بايحس تسعين في مئة من نجاح الحال لأنها تتجمع الخميل بمن هو يعاني من زيادة وزن شرفتين يا مياسين وبنقول تاني يا جماعة أرقام التليفونات قدامكم على الشاشة وصفحة الفيسبوك نزلناها لكم وصفحة الميستجرام صفحة الفيسبوك اللي عليها العلامة الزرقى علامة التوصيق يا جماعة هتنزل لكم دلوقتي قدامكم على الشاشة أهي أجي العلامة الزرقى جنب الإسم دي الصفحة الوحيدة الصفحة بيردوا عليكم خبراء التغذية الفريق كامل بيردوا عليكم وكمان على أرقام التليفونات وكمان صفحة الانستجرام طيب إحنا بقى عايزين دلوقتي نرجع لمدام ربع هي خاصة 40 كيلو في أربع شهور ومسبتة من سنتين ومشاء الله لم يعود الوزن مرة أخرى لأنها إحنا قفلنا شهية فبالتالي أكل التلت الوجبة شهر تلو الآخر المعدة بتصغر وبتنكمش وبتصغر على قد حجم الوجبة الجديدة فأنا يوم عن يوم شهر وراء شهر المعدة بيحصلها زي شرينك وبتصغر بالتالي هو حجم واجبتها بتصغر زائد أن أنا بعودها على لايف ستايل مفيش بعد سبع مساء أكل إذا جوعنا بنأكل طاقة سلبية على مدار اليوم أنت مش محرومة من نوع أكل كلي كل حاجة وأي حاجة ولكن من نسب قليلة معتدلة لازم أكون حريصة كل الحرصة على القسط الكافي من المياه القسط الكافي من النوم أفطر بدري لغدى بدري لتعشى بدري ده لايف ستايل اللي هي بتخرج يمكن ده أفضل كمان من فكتاني الأربعين كيلو إن أنا بعمل لها ده ستايل لايف ستايل تفضل ماشي يا بي إلى أن يطول بيها وبينها العمر وربنا يديها العمر وصح إن شاء الله طيب السؤال المعهود تعالي الأول قبل السؤال ده نشوف صور الرابعة تاني قبل وبعد يا جماعة الحالة أهي قدامكم قادي صورها شوفوا أولله حضرتك مشكورة إن بتدينا فرصة إن الحالة بنفسها في برنامج حضرتك تحكي حكايتها ورحلتها مع فقدان الوزن وده بيكون سابورت قوي لمن يعاني من زيادة وزن أي حد يقول أنا شكل رابعة بس محدش وإنه بيقول أنا عايز الكورس بتاع رابعة نعم ده بقى السؤال اللي جاي اللي هو سؤال اللي جاي بتقلي كل مرة على رسائل الصف بزاق أنا عايزة يعني مثلا نهاردة إحنا طالعين بحالة رابعة هتلاقي كل الرسالة اللي جاي أنا عايزة الكورس اللي خدته رابعة ما شاء الله وجي كلمة بقى للناس اللي بتطلب كورس معين لكل حالة صحية وفئة عمرية مادام رابعة استقصال مرارة وشهية عالية في الحلويات وعمر أربعين سنة غير بنوتة عشرين سنة غير حد عنده ستين سنة لكل فئة عمرية ولها كيفية التعامل المكمل الغذائي في حد يقولك أنا شهية عالية وباكل فاس تفوت كتير وعلى طول وعلى مدار اليوم والموضوع عندي مش سكريات بس لأداء أكل عاد ده مش الكورس اللي قفل الشهية اللي أخدته مادام رابعة يعني المفروض إن أنا تردلي الأول على كل الأسئلة أنا هقولك الكورس المناسب ليك أنا في نهاية الشهر أنا النتيجة دي على الله سبحانه وتعالى وعلينا الموضوع بسيط جد طيب بالنسبة للمادام رابعة الأربع شهور مشت على كورس واحد؟ لا طبعا أنا قفلت لها الشهية خلاص ناحية السكريات مفيش أنا عزاء أفضل قفل الشهية من ناحية إنها من كل أنواع الأكل فأنا الجانب الآخر إن أنا حسحب من الخلايا الدهنية المركونة المترقمة وتطلع على شكل طاق فأنا قفلت الشهية ودعمت المكمل الغذائي بالفيتامينز لأن أنا لما قفل الشهية قفلت بقاءة عن الأكل يعني هي اتمنعت من العديد من العلاصر الغذائية يبقى أنا المفروض أديها البديل اللي هي اتمنعت منه لازم أديها تركيز عالي من فيتامين سي لازم أديها بي تولف لازم أديها فيتامين اي لازم أديها المكمل الغذائي في لها الشهية ما يبقاش عمل لها توطر ولا ألأ وبالتالي برضو تفضل تخس معنا رابع كورس كان كورس التفاح الأخضر وأنا كنت عايزة عمل لها تنقية للجسم بقى من السموم المفروض إن أنا دلوقتي أديها أعلى أنواع مضادات الأكسادة موجودة في التفاح الأخضر يعني حتى يعني يطلق على إن لأي حد بياخد يومياً صمر التفاح أخضر فالصمرة دي بتخليك أبعد ما يكون عن سماء السرطان والعزو بالله وربنا يا رب يا رب يا نعم علينا جميع عمد السحر كمان مضادات الأكسادة علشان دي تعمل ديتوكس للجسم فيتامين سي كمان قشر التفاح ده ده اللي بيأكل التفاح الخضرة دي القشر بتاع سميك المعدة بتحتفظ بيه فترة طويلة جدا مع المكمل الغذائي مع التعليمات مع إن أنا مفروض إن أنا مش مخلي أي حالة تعمل ديت هي بتخس باتباع بعض التعليمات إن أنا أبدأ يومي بدر أفطر بدر تغدى بدر تعشى بدر يبقى أنا أكلت الثلاث واجبات بتوعي في الساعات النهارية ليه في الساعات النهارية؟ أقولها تاني اللي دازل مش بتابعنا لأن الغذة الدراقية اللي موجودة في أعلى العنق بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتنا في الساعات النهارية وليست الليلية بس أنا هنا لازم أستغل الغذة الدراقية وهي بتشتغل فأنا هنا عملية التمثيل الغذائي آية عملية الحرق شغالة يبقى أنا أكلت الثلاث واجبات طب إيه تاني؟ شرب الميا شرب الميا ده من أم جدا طبعا ده غازيل كلا طبيعي بعيدا عن إن أنا يعلي معدل الحرق فشرب الميا يعني له فوائد عظيمة جدا هو بيعلي معدل الأي ده عني يبقى أنا قفلت شهاية وعليت معدل الحرق وسحبت من المخزون وعندي فوائطة من ذكا داخل المكمل الغذائي فأنا بخس بشكل صحي طيب إحنا عايزين نسأل ما دام ربع ما كنتش بشرب ميا والسؤال الأهم جربتي قبل كده تخسي مع نفسك كده ضايت أو أي أساليب تانية أو كده نا بقولك ما كنتش أقدر عايش من هل حاجة مسكره ما كنتش مفكره أفضل إيه حظاها الحلو بدأت معينا وخسيت معينا ومعنداش أي بل مجرم أيوة ما يقولك ما أقدرش عايش من هل حاجة أكل حاجة مسكره مش بيبان شرب ميا خالص طيب إحنا بقى دلوقتي قبل ما وقتنا يخلص عايزينك توجيه كلمة للناس اللي بيمروا يعني بحالة زي حالة رابعة أو ما شابه ولسه عملين يفكروا كان شلغ الكلمة واحدة إذا أنا شفت حالة رابعة على الصور قبل وأشوفها بعد إذا أنا أعاني من زيادة وزن ولسه قاعد مكاني يبقى أنا غلطان إذا أنت سامع عن أضرار زيادة الوزن وعارف إنها بوابة ل44 مرض وربنا يا ربي نعم علينا جميعا عن بالصحة يبقى أنا غلطان في ظل كل التطور ده وكل الدول عرفيك كل العالم دلوقتي يتجه إلى نحو العشاب فكل المكملات الغذائية عشبية طبيعية آمنة على الصحة مرخصة وزارة صحة أنا بقول الحالات هي أكثر دعم لأي حد عايز يفقد الوزن وإحنا الحمد لله نجحتنا واضحة الحمد لله على أرض الواقع طيب ناخد سلوة معنا على التليفون يا سلوة أهلا وسهلا لك يا سلوة شيفين يا سلوة أخرنا عليكي ولا إيه مينة تاني وبعت زرلك يا حبيبتي طيب إحنا دلوقتي وجهنا كلمة للناس الليسة مترددة أو اللي خايفة وقعدة مستسلمة للسمنة ومجرد بتسمع تقولك يا ريتني كنت تزايرة بعض عفوا في الجملة اللي هقولها إذا النهاردة أنت مريض سمنة فأنت غدا عرضة لتبعيات ما بعد زيادة الوزن خد بالك آه بالضبط كده وبعدين عايز أرد على كلمة بس يمكن أنا دي أكتر حدها مطلعاني النهاردة إن الناس كتير كانت دايما وإنا أثناء الكورس تقولني أنت هترجع تخاني أكتر من الأول لما تخلصي والكوسات داعتك تخلص هترجع تزيدي خلص يعني يبوتي إحباط بطريقة ما أقوليكيش هو مثلا يعني هو الناس تنمر بعد إحباطكم الحكاية أردنا عمل بعد سنتين بعد سنتين بترضي بنفسها ولكنه إنتي نورتين يا مدامرة نورتين يا حبيبي نورتين ودايما بتنورين سواء بمبادرة أو سواء بحالات بتيجي تتكلم عن نفسها حبيبي قلبي بشكركم على متابعتكم الكريمة وبتمنى من الله أن الحلقة النهاردة كلها من أولى لأخيرة تكون فادتكم وعجبتكم ونشوفكم بقى إن شاء الله في حلقة جديدة تعجبكم واتفيدكم أكتر وأكتر السلام عليكم موسيقى